نروح لنادي الزمالك ومصدر بنادي الزمالك قال لنا في رقم عشرة ان النادي توصل الى اتفاق مع نادي طلاعي الجيش على ضم لعبه عمر السيسي ونكافة الامور الخاصة بالصفقة تم الاتفاق عليها يعني عمر السيسي خلاص قريب جدا من نادي الزمالك تقريبا خلص لنادي الزمالك اتوقف فقط الاعلان الرسمي اللي هيكون خلال ساعة مصدر ايضا في داخل او مصدر ايضا داخل نادي الزمالك قال لنا ان ادارة النادي بدأت تجاهز نسبة الخمسة وعشرين في المية قيمة مقدمات عقود اللاعبين للموسم الجديد من اجل ما انحقل اللاعبين قبل بداية مباراة النادي الاهلي في السوبر المصري النادي الزمالك عايز يبسط لعبيه قبل مباراة السوبر يخشوا بحالة مع نواية جيدة وما وغدين مقدمات العقود للموسم الجديد لسه كاملين مع حضراتكم اخبارنا ومصدر داخل نادي الزمالك قال لنا ان النادي بدأ يتحرك بشكل جدي جدا في ملف تمديد عقضي السنائي محمد عواد ومحمد عبدالغاني الاتنين لسه فضل لهم مسلمين فعقدهم بس الزمالك عايز يحسم الامور بدري بدري مش عايز يخش في الدوشة اللي دخلها من كام في كام صفقة كده او كام لعب في الفترة الاخيرة لا انا افضل لك سنتين اقدر اجدد لك دلوقتي براحتي واخد وقت في المفاوضات براحتي ما استمناش لاخر اللحظة والضغط واضطر يا اما اسيبك تمشي ببلاش يا اما اتفعلك فلوس انا مكنش حابب اتفعها فاللي بيعمله اقدر او اللي بتعمله اقدر تكورة في نادي الزمالك دلوقتي ده شيء في منتهى الزكاء موسيقى